نبتدي مع اول سؤال من السيدة ام احمد اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احياتي بحضرتك وقسة البرنامج يا دكتور عمر الله يرضى عنكم مبارك فيكم يا ستة الله يخلي الجزاك الله عننا خيرا والله انا بأشكرك على موضوع الحلقة يعني موضوع الحلقة ده شايك وفعلا احنا عايشين يعني في بعض الناس كتير اهنا انا واحدة من الناس يعني تعرضت فعلا للشماتة دي الشماتة في الموت حضرتك وفي الامراض صحيح اه والله بجز يعني انا مش عارفة يعني هو ده بعضة عن ربنا ولا ايه الناس اللي بتفرح في هذا الناس ده هو اللي حاصل ان مش بس مسألة بعضة عن ربنا هو كمان فاكر ان هو كده بياخد حقه لكن هو في الحقيقة ما بياخدش حقه وهو بيسود قلبه دايما نقول كده انت مش في الشماتة انت متاخدش حقك انت بتسود قلبك هو حضرتك يعني بس يعني وبعض الناس اللي واحد شافوه مش شماتة دول ناس قريبين وممكن اقارب طيب والواحد ما عملش معهم حاجة خالج بس الواحد شايف الفرح في عينيهم شايف الشماتة باينة واضحة عليهم طيب تسأليني سؤال يا موح اه السؤال بقى حضرتك انا دلوقتي يعني في واحدة ظلمة وبتاخد حق اطفاء يعني بنات يتهمة طيب في اسماء الله الحسنى في الجبار المنطقم طيب طيب إذا لو الواحد قال يا جبار يا منطقم انتقم من هذه الظلمة يعني هل ضي غلط او سحاجه على فرأي حضرتك وما الدعاء لو الواحد يدع بيه مثل المظلومين عاول عاول هل يا منطقم يا جبار دي غلط ام صح هقوللك هقولك انا على طول طيب باشه في حاجة اسمها الزكاء القلبي والزكاء النوراني كده يبقى واحد زكي حضرت النبي قال للظالم او قال في خطاب عام كده للناس واتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب فدايمن بقول للمظلوم خليك زكي انت ربنا سبحانه تعالى جعلك دعوة مستجابة فإن اللي حاصل زكائك القلبي وزكائك النوراني بيقول ايه بيقول مش انك انت تروح تدعى لظلمك انت تدعي ادعي بقى باللي انت عايزه ادعي بالفتح واتعي بالفرج وادعي بشرح الصدر وادعي براحة البال وادعي بالقبول وادعي بالسعة وادعي بالبركة ده اللي انا بقول لحضرتك يا محمد انت بتقولي ممكن اقولي يا منتقم يا غبر انتقم من منظرمني اه لك يا انت فعلي هذا بس الاحلى من ده وعلى فكرة التاني ده مش بس يتحققلك ده يتحققلك وتاخدي عليه ثواب لانه ذكر قالا بذكر الله يتطمئن القلوب يبقى اعمالي التاني وخدي ثواب على ده يبقى انا لو بتسأليني اه ادعي لنفسك وادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخطرك ويوسع عليك ده الاحسن وده الاذكى والاذكى ده الاذكى يعني الشيء اللي فيه زكاء والاذكى الاطهر لقلبك اشتركوا في القناة